أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت على تهيئة المناخ الاستثماري الدعم للموء صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاء ذلك خلال توقيع عدد من الاتفاقيات والتعاقدات الجديدة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إتيدا وتسع وعشرين شركة عالمية وذلك بمركز إبداع مصر الرقمية حيث أضاف مدبولي أنه تم كذلك البدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التقنية العالمية ولقد حرصت الحكومة على تهيئة المناخ الاستثماري الداعم لنمو صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال انتهاج عدد من السياسات والإجراءات المتصلة بقرارات المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بالإضافة إلى حوكمة البيئة الرقمية التي تسهم في تحقيق التوازن المطلوب بين حماية خصوصية البيانات الرقمية للمواطنين وتحفيز الشركات على الاستثمار كما نستثمر في تطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات 100 مليار جنيه للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت و60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة بقرى مصر ضمن المراحل السلاس لمباطرة حياة كريمة كذلك تم البدء في إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة وفقا لأحدث التقنيات العالمية لتكون بمثابة موطن للإبداع الرقمي ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات يتم من خلاله توفير البيئة الجاذبة للإستثمارات في صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترجمة نانسي قنقر